بالرغم من مرور اكثر من عشرين يوما على اعلان السلطات الامنية في اربيل باقليم كردستان العراق نتائج التحقيق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة حرير الى ان سلطات في بغداد لم تعلق على الاعلان او تتخذ اي اجراءات من جانبها كما لم تكشف عن نتائج لجنتها التحقيقية الخاصة بالهجوم ثمانية اشخاص من بينهم زعيم كتائب سيد الشهداء ابو الاء الولاء وعناصر اخرى جميعهم يعملون ضمن الحجد الشعبي هم المتهمين بالتخطيط وتنفيذ الهجوم الكاظمي حاول اشراك هيئة الحجد الشعبي في تبني التحقيق والتعامل مع ورد في تحقيق اربيل في محاولة منه للتخفيف من المسؤولية الملقات على عاتقه لكن رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض ورئيس اركان الحجد عبد العزيز المحمداوي ابو فدك لم يتجاوب مع مساع الكاظمي في هذا الاطار وطالبا بان تقوم اربيل بتسليم الشخص الذي ادلى بالاعترافات حتى يتم التأكد من سلامة التحقيق حكومة الاقليم رفضت ضغوطا ومحاولات لتسوية القضية سياسيا بغية اغلاقها لكن هناك في الوقت نفسه ضغوطا وتهديدات تمارسها قوى سياسية وقوى مسلحة على الحكومة العراقية تسببت بوقف التحقيقات من قبل السلطات في بغداد وهي الضغوط نفسها التي اوقفت تحقيقات سابقة في قضايا اغتيالات وقصف وفساد مالي فهذه الاعمال تشترك في كون منفذيها او المتورطين بها جهات سياسية متنفذة لها اجنحة مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة والقانون القوى السياسية والفصائل المسلحة الموالية لطهران تفرد سيطرتها على الملف الامني والسياسي وحتى الاقتصادي في العاصمة بغداد ولهذا الحكومة العراقية لا تستطيع فتح اي ملف يتعلق بهذه الجهات على الرغم من امتلاك الاجهزة الامنية المعلومات الكاملة عن الجهات والاعمال غير القانونية التي تقوم بها